موسيقى ومن وحي الموضوع هو النجاح بين الاجتهاد والحظ رح نتواجه فيه أيضا لمؤسسة مشروع ستاند آبا أكاديمي الأستاذة أسامة ساطع وهو مدرب في مجال التنمية البشرية مدرب دولي يسعد صباحك وأهلا وسهلا يسعد صباحكم وصباح مشاهدينا يسعد صباحك أهلا وسهلا فيك وسهلا دائما وقت سنحكي عن الشباب فعلا منحكي عن الطاقة المحركة مثل ما قلنا بالمقدمة لكل المجتمعات السورية العربية وبكل أنحاء العالم فلينا بالبداية نحكي عن فكرة المشروع ستاند آبا أكاديمي اللي بديت فيها حضرتك الحقيقة أنا المشروع ما هو جديد طبعا بالعالم هو مشروع قديم جدا ويعتمد على نظام التوك شو وهو المسرح التفاعلي مع جمهور من مختلف الأطياف ومن مختلف الفئات الثقافية والاجتماعية أكيد طبعا التوجه الأساسي والرئيسي هو عم يكون لشريحة الشباب لأنه هنا ندنمو بالمجتمع لحتى دائما نخلق طاقة خلاقة الشباب اللي هنا للأسف الشديد بحاجة إلى شحنات من التحفيز التحفيز المستمر حتى نقدر نحنا نعيد بناء الوطن أهل دمروا الإرهاب هذا بحاجة أيضا إلى جرعات كتير كبيرة من تنمية السلوكيات لأنه دائما الشباب بحاجة إلى تقويم سلوكيات قد يكون أخذوها بطريقة الموروث الخاطئ يعني من الأهل أو من المجتمع ومشوا عليها الآن مو غلط طبعا نحن يكون عندنا سلوكيات سيئة كل المجتمعات فيها سلوكيات سيئة لكن الحلو كتير أنه نتوجه من خلال مسرح مفتوح إلى أنه نتواصل مع هالشرائح المختلفة لحتى نوصل رسالتنا إلى وهي التنمية بكل مستوياتها وأهم طبعا تنمية السلوكيات أو توجيه أو تقويم هذه السلوكيات انطلاقها كانت بـ 22 نيسان من العام الحالي كانت بدار الأوبرا دار الأسد للثقافة والفنون كانت بنجاح تحت عنوان براق جدا اسمه صناعة السعادة السعادة اللي هي نحنا كيف نفكر فيها كيف هل ترى منطفي سعادة على الآخرين وكيف كتير أحيانا منكون مثبتين ومنطفي التعاسي ومنسبب التعاسي لأنفسنا وللآخرين فكانت هي البداية يعني كانت هي جرع التحفيز أيضا يمكن هي كانت في البداية بالطاقة الإيجابية كطاقة الإيجابية نحنا فينا نرسلها لأشخاص صحيح وأيضا الطاقة سلبية كما قلت ممكن إن شاء الله الله يبعدها عننا إن شاء الله أستاذ أسامة في نقطة معينة لازم نحكي فيها وهي النجاح دائما النجاح هو الهدف الذي يصب إليه أي إنسان من خلال دراسة الإمكانيات اللي هو بدوياها من خلال القدرات اللي بيتمتع فيها للبلوغ للهدف اللي هو النجاح نحكي عن النجاح كهدف أساسي بأي مشروع وخاصة هذا المشروع الشبابي اللي مندفع الشباب لألو يعني أنا بهذا المشروع وبهذه إن شاء الله الفعالية اللي سيكون التوجه أنه كيف نحن نصنع النجاح لأنفسنا ما في إنسان طبعا ما يتمنى أنه يحصل النجاح النجاح على الصعيد الأسري النجاح على الصعيد الاجتماعي الثقافي الشخصي لو كان النجاح بينباع لو كان اشترته كثير ناس ولكن فقط الأثرياء إلا أن النجاح الحقيقة وهذه نعمة من نعم رب العالمين متاح لنا ومتاح للجميع للفقراء وللأغنياء أيضا والدليل على ذلك وجود أشخاص وقصص نجاح عظيمة جدا في بلدان مختلفة بالعالم حققوا النجاح وهم من طبقة معدمة يعني ما لا علاقة القصة بالثراء أو عدمة يعني العلاقة دائما مع صناعة القرار هل أنا قادر على أن أصنع القرار أن أكون أو لا أكون أن أحصل هذا النجاح وأصل إلى أهدافي تحقيق أهدافي أم لا إذن هي قرار فالسعادة قرار والنجاح قرار طبعا هناك معوقات كثيرة أكيد نحن ما حنجي ننظر بهذا المسرح أو بهذه الفعالية أو بهذا المشروع وإنما سنحاول أن نأخذ بأيدي الشباب إلى الطرائق التي تتماثل مع واقعنا ومع ظروفنا حتى نحقق شيئا من هذا النجاح سواء كان بالعمل الدقوب أو الاجتهاد اللي نحن طبعا العنوان الرئيسي هل هو النجاح اجتهاد أم حظ لتنين هنم موجودين بالحياة وهذا السؤال نحن نزلنا على الشارع وسألنا العالم هل هو النجاح اجتهاد أو حظ طبعا ننزلنا وسألنا كان في كثير آراء متفاوتة راح نستمع لإله بالمادة التالية ونرجع للعلاقات نجاح حظ أو اجتهاد هلأ أنا بحث أنه هو حظ مو دائما اجتهاد يعني فينا نجتهد إحنا بس أغلب الأوات بحثوا حظ مو دائما اجتهاد حظ ليش لأنه بالجامعة هون مثلا عندك حسب الدكتور كل الدكتور له ترتيب شكل من حيث الدراسة ومن حيث تقديم الاجتهاد حتى وعرفت عليه كيف فبدي يكون حظ أكثر من الاجتهاد ولا الاثنين حظوا اجتهاد وخاصة بالجامعة لأنه الاجتهاد كثير أحيانا بيروح الفاضي أنا طالبة متفائلة بس عن جد أحيانا كثير الاجتهاد بيروح الفاضي هيك وهيك لا اجتهاد لا طبعا اجتهاد الحياة بدها حظ وبدها اجتهاد موسيقى 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 بهذا الموضوع ليش برأيك انه الناس ممكن تلاقي انه الحظ هو اساس النجاح يعني شو في حضرتك هو احد الدوافع اللي دفعني اختار هذا الاسم لفعاليتي الجديدة اللي هي النجاح حظ ام اجتهاد هو هذا الموضوع انا عملت كمان سيرفي واستبيان على شرائح مختلفة يعني مو بس حتى الشباب وجدت انه جل مجتمعنا يؤمن بهذا الحظ والحقيقة هو الحظ موجود لكن شو هو مفهومه الحظ نحن دائما في ناس خاصة الامهات والآباء بسموه التوفيق من الله وفي ناس بيقولوا انه هو الصدفة التي تأتي في غير معادها او في معادها تماما يعني هذه الصدفة قد تكون نحن طبعا مفهوم الحظ دائما الشيء الجميل يعني هو تقول حظ هلمتك حظ انه مثلا بيشوفوا مثلا لاعب كرة قدم ادخل الهدف لكن هو ما عنده مهارة هو فعلا حظ وصدفة الا انه هذه الصدفة قد لا تتكرر كثيرا في حياتنا يعني هي موجودة وممكن طبعا الايمان فيها بانه هي جزء من التوفيق الا انها لا نملكها بيدنا غير قادرين على السيطرة عليها اذا علينا ان نلجأ الى الاعتماد على الذات صحيح الى شيء اخر نسعى الى النجاح والنجاح هو مو بس انه نحن نحط هدف ولكن نتابع هذا الهدف ونسعى لتحقيقه ايضا ونعمل تحفيذات ذاتية لنقدر نحن انه نتجاوز في مراحل صعبة كتير اذا ما عطينا دعم ذاتي لحالنا وهي الطاقة نرجع على الطاقة الايجابية اللي كمشروع نحن متكامل مع تمدين عليها مو بس الحظ مثل ما قلت ولكن هو الهدف وخلق تحفيذات ذاتية اديش مهم انه نخلق هاي التحفيذات الذاتية لتحويل المهام الصعبة الى بسيطة نوعا ما باجزاء حتى لتحويل المجتمع بشكل عام لانه اذا كان نحن في معظمنا دائما امننا بالحظ معناها اصبح هذا المجتمع مجتمع كسول يميل الى الفقط انتظار الفرص وللأسف الشديد انا يعني بشوف كتير اشخاص ما لا علاقة حتى بالشباب ينتظر ان تحدث له معجزة من السماء يعني مثلا صبية بتقولك انه انا ما حا اعمل شي هلا خلاص قررت اني استسلم يعني فيه قرار الاستسلام واضح بكلماتها ينساب من خلال كلماتها عم تعطي رسائل سلبية هي مرت بظرف او مرأ بظرف معين هذا الظرف المعين ليس بالضرورة يعني يجب ان ينعكس انعكاسا سلبيا مدى حياتنا دائما السقوط خاصة السقوط الى الامام شيء مطلوب وامر مطلوب يعني اذا ما سقط الانسان لا يمكنه ان يتعلم من هذا السقوط فهناك فرق ما بين السقوط وان لا نتعلم من هذا السقوط والسقوط والبقاء دائما في الحفرة اذا عمليا نحن من خلال هذا المسرح التفاعل سناخد اراء الاشخاص الموجودين هناك طبقات مختلفة من المجتمع في فنانين من الحضور في برلمانيين في اشخاص دبلوماسيين كل واحد منهم يمكن يكون قصة فشل او قصة نجاح لكن قصة الفشل بحد ذاته هي قصة نجاح لا يوجد للانسان ابدا تاريخ يمكن ان يصنعه في حياته او يترك بصمة يعني انا حقول شغلة التاريخ ما زال مفتوح للجميع والتاريخ هناك فيه مقاعد اشبه من مقاعد الموفي السينما هناك مقاعد شاغرة تحتاج الى ملئها من اولئك فقط الذين يطقنون الاستثنائية ان يصنعوا شيئا خارقا مميزا وهذا امر ليس بالصعب يمكن تقولولي المادة المادة طبعا هي عائق وعائق مهم جدا لكن بالاستمرارية وبالاصرار يعني بيقولولك دائما العمل الدقوب والمستمر هو الطريق الى الوصول الى الهدف مهما طال او قصر يعني من خلال مسرح التفاعلي بكل انحاء العالم بيقدروا كتير ناس انه هنه اشخاص عم يقدموا شيء انه هنه فعلا يضيفوا هاي القيمة وخبرة للناس اللي بيكونوا موجودين وعم يسمعوهم او ايضا عم يتفاعلوا معهم المواضيع اللي عم تختاره قداش هي لازم تكون تلامس المجتمع تبعنا وتلامس حاجتنا نحنا يعني حاجة الشباب السوري حاجة المجتمع السوري حكيت عن السعادة ويمكن بلاحظات كتير فعلا كتير من الناس وخصصا بعد الحرب صار يقولوا انه نحنا فقدنا هاي السعادة ما بقى شفناها وهلا عم تحكي عن موضوع النجاح والحظ هاي الموضوع قداش العلاقة وكتير بتلامس شراح مجتمعنا نحنا عايشين بظروف طبعا صعبة هذه الظروف الصعبة التي مررنا بها طبعا هناك امم كثيرة كمان نحنا لا نقرأ التاريخ مرت بظروف مشابهة او يمكن تكون اقصى حتى ومع ذلك يعني اليابان بعد الحرب العالمية الثانية اعتمدت على حقيقة ترقية سلوك الشباب لانه الشباب بني عماد المجتمع لذلك انا الفكرة تبعي هي بالمسرح التفاعلي ان ما يكون مسرح جاف ما يكون مجرد عبارة عن محاضرات جافة مملة يدخل الشاب او الصبية يعني بيحضروا بيقولك انا مليت وهذا الحديث ممكن تعطيني اياه على يعني يوتيوب او على ايه فلا بينما يكون في تفاعل ويكون شخصيات محببة الهون موجودة يعني يمكن اذا بيدخل هذا المسرح هنلاقي نحنا في شخص الا منلاقي شخص او شخصين نحنا منميل الهن نقتنع فيهن وهنا قدوة بالنسبة لنا فحلو الانسان يسمع من هؤلاء القدوة فانا هي كانت احدى الوسائل التي استطيع من خلال الوصول الى شريحة الشباب فالامر كتير مهم اليوم انه نتوجه من خلال المسرح التفاعلي او غيره ووسائل الاعلام كلياتها لنعمل نحنا تغيير جزري بنفوسنا قبل كل شيء فاذا تغير ما بالداخل تغير ما بالظاهر صحيح هي عملية تشبيك ايضا وكله مرتبط مع بعضه مثل البزل تماما الحوار خلينا نقول لديش مهم باي هدف باي مشروع نحنا بدنا نعمله لنحقق هدف معين سواء كان نجاح بموضوع معين الحوار وتبادل الاراء خلينا ناخد ونتقبل النقد نتقبل آراء الآخر يعني نحنا ممكن نجتمع على طاولة واحدة ولكن نحنا مختلفين بالرأي وممكن نتفق بالنتيجة نحنا من خلال ناخد من كل حدا شوي قداش مهم هذا الشوي قداش ركزت عليه بالمشروع بمشروع استاند اكاديمي اكيد هو يعتمد كله على مبدأ تبادل وجهات النظر ما كنت انا طبعا هو المحاضر الليكتشيرر كنت فقط هو البرزنتر يعني اكتر مثل حضرتك وحضرتها يعني عم حاول انا بس فقط استخلص عبر ونتائج محفزة للجمهور الموجود لانه كونه كوان يعني عم ينتقل الى جمهور اوسع من خلال وسائل الاعلام فمعناها انا عم بقدر حق الميزة او الهدف منه لذلك الحوار في مجتمعنا للأسف الشديد هو مفقود الى حد ما يعني عندما تتكلمي او اتكلم بما لا بما يخالف يعني ايمانك واعتقادك فاصبح انا بمثابة العدو للأسف هذا الموضوع غير موجود بمجتمعات المتقدمة نحن حتى نتقدم يجب انه غير من سلوكياتنا من عاداتنا ان طبعا مو عيب الانسان انه يغير نحو الافضل عيب انه يغير نحو الاسوأ لذلك دائما الجهد اللي عم نبزله لحتى نصنع دائما العمل على هذه التغيرات امر شائك وصعب جدا يعني نحن اليوم ما عم نغير بديكور مكان مثل الغرفة نحن عم نغير باساسات متينة جدا يعني جزورة عميقة ومتعمقة بنفوسنا لذلك ما ممكن انه يكون هي من اول ستيج عم نعملها او تاني ستيج يجب ان يكون هناك استمرارية وتفاعل مستمر وحوار طويل الامد حتى نعلم قبل الشباب الاهل والاجيال الاكبر يعني من اعمار اكبر كيفية التعامل مع هذه الشريحة حتى طبعا ننتج يعني وطن حقيقة يعتمد على الجهد على العمل على الاجتهاد دون الاخذ بعين الاعتبار انه الحظ فقط والحظ فقط هو الفرصة المواتلة يعني لازم نغير المفاهيم فينا نقوله طب اكيد موجود الحظ اكيد موجود نرجع من نكرر موجود وهلي علقوا على موضوع انه الجامعات علقوا على موضوع كتير المدارس انه احيانا بيكون طالب كتير دارس وتعبان وليالي سهرانها للأسف الشديد بيجي شخص اخر يعني ممكن خلينا نحكي بصراحة وبشفافية ممكن تكون الاسئلة موجودة عنده ممكن بطريقة وباخرى ينقل من شخص شاطر ومجد ياخد العلامات الاكبر ياخد جهد هاي بتسبب احباط شديد جدا لكن هي بحاجة الى تغيير ضبط لانا في وجوده لكن هي بحاجة الى عملية تغيير جزرية اكثر معناها بثقافات اكبر من هيك لحتى نقدر نستخلص بالاخير العبار ونقدر نصل الى مجتمع الى حد ما قادر على انه يبني ويجتهد يمكن حكيت اكيد متل ما قلتي ميسان يمكن حكيت كلمة استاذ اسامة في عوائق كتير نحنا من مرفية جدا مليان عوائق ولكن في شغلة صغيرة يمكن لازم نحنا نوجهها للكل اللي عم يحضرنا وكل اللي حابب انه يحقق شي معين هي الارادة الارادة اديش مهمة بأي قصة والمثابرة تماما الارادة والمتابعة والمثابرة يعني شوفي حضرتك حيث يوجد دائما الدوافع لدى الانسان والرغبات يتحقق النجاح يعني قصة كلها تم نعرفها نحنا طبع قصة الشاب والحكيم ذهب احد الشباب الى حكيم وطلب منه ان يعرف ما معنى النجاح سر النجاح قام له الحقيقة سر النجاح هو ببساطة الدوافع لم يفهم الشاب شيء من هذا الكلام قال له شو معنات يعني دوافع قال له يعني الرغبات عندما تتقد الرغبات وتشتعل الرغبات داخلك تستطيع ان تحقق الدوافع طبعا الشاب ما فيهم شيء فاحضر له باختصار شديد وعاء من الماء وغمس رأسه في هذا الماء حتى بدأ انه طبعا يناضل ويكافح لانه يجنب الاختناق فقال له انت وقدرت تخلص رأسك من الغرق وعملت جهة جبار حتى قاومت انا قوتي كل ياتا وطعت خارج الوعاء فانت استطعت ان تحقق الهدف تبعك اذا هي الدوافع دوافع حب الحياة لذلك في كتير من نشوف نحن انه اشخاص نتيجة الضغوط الشديدة كتنجرة البخار لم ينفجر بالاتجاه السلبي ولكن انفجر بطاقات ايجابية واستطاع ان يبدع لذلك يعني انا اتمنى انه ان شاء الله هذا المسرح التفاعلي ان يخلق وناس استثنائيون وجميعنا ان شاء الله ممكن انه يطلع عنا هذه القيمة المضافة ان شاء الله يا رب كيف تكون تدعو الشباب لحتى يكونوا يحضروكم الحقيقة هيكون هذا الستاند اوب دائما هو في دعم من فعاليات امنت بموضوع الشباب وامنت بموضوع التحفيز وموضوع الطاقة الايجابية وتغيير السلوكيات منهم طبعا كان صندوق التكافل الاجتماعي وشركات التأمين السورية بالفعالية الاولى الفعالية الحالية مدعومة من قبل ادارة المدرسة الباكستانية بدمشق وبمجموعة دلتا للاقتصاد والاعمال يعني في فعاليات امنت بدور الشباب لذلك نحن بحاجة الى دعم يعني لا يمكن لهكذا مشروع ان يرى النور ما لم يكن هناك ايضا عوامل مساعدة ودوافع لنجاح استاذ اسامة يطول الحديث وحديث جدا ممتع ويمكن بدنا جلسات كثيرة لنحكي فيه اكتر ولكن وقتنا خلالنا نشكر وجودك معنا بدنا نتمنى لكم التوفيق والنجاح وابصار مشروعكم النور واكيد يتكلل بي بالنجاح ان شاء الله ونتمنى لجميع المشاهدين والحضراتكم كل النجاح والتوفيق شكرا كثير لأيلك ولو وجودك معنا اليوم استاذ اسامة